اشتركوا في القناة وقلوا بينا بخشاتك إسرانة بتاعتك لنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعمة الوكيل طيب اهو احنا هنرجع ازاي الدياجرامات اللي انا كنت حطتها في المحطرة حطتها تاني فاحنا يعني هاتها بقى قدامك وبعد ما اذكر المحطرة وابقى سمع على الدياجرامات دي تمام طيب اول حاجة تكلمنا فيها ايه اتكلمنا عن البلازما كالسيوم طيب المفروض الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم كانت 9-11 ميلي جرام برسنت بعد كده اتكلمنا ان البلازما كالسيوم موجود في سوردين اما في صورة ايونايزد وده اللي انا عايزا في صورة نان ايونايزد ان هو مثلا بقى مرتبط بالأوكزاليد والفوسبيد وديه بتبقى صورة انسوليا بالأصلا وبقدرش يستفيد منها قوي بعد كده اتكلمنا عن البلازما كالسيوم ابزوربش طب ايه تاني بيأثر في الابزوربش بتاع الكالسيوم الأسيديك ميديا تمام بتاعة الاستومك طب ايه تاني بيأثر في الأبزوربشن الأوكزاليت والفوسفيت الأوكزاليت والفوسفيت من الحاجات اللي بتمسك في الكالسيوم وتقلل من الأبزوربشن بتاعه بعد كده تكلمنا عن فونكشن بتاع الكالسيوم كلام سهل مهم في صحة البون والتيس مهم في البلاطكو مهم في نيورو مسكولر سيستم والمسكولر كونتراكشن والريليز بتاع بعض الهرمونات زي الأكسيتوس طيب بعد كده تكلمنا بقى عن الكالسيوم هوميوستيزز وعرفنا يعني ايه كالسيوم هوميوستيزز يعني ازاي الجسمي هيحافظ على مستوى الكالسيوم فيه بحيث ان هو يفضل دايماً 9-11 ميلي جرام بيرسنت لا يزيد ولا يقل قلنا بقى فيه 3 فاكتورز هيأثروا في الكالسيوم هوميوستيزز أول حاجة مستوى آيون الفوسفيت في البلاط وعرفنا بقى ان عند بي اتش سابتة المفروض ان يكون حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفيت مقدار سابت اللي هو الكونستانت سوليابل بروديكت هلس كده تمام قلنا برضو من الحاجة اللي هتأثر في الكالسيوم هوميوستيزز البي اتش بتاعت البلاط بحيث ان البي اتش لو قلت هيحصل أسيدوزيس فالأسيدوزيس دوت هيزود من نسبة الكالسيوم ونسبة الفوسفروس وهيزود كمان من السوليابلتي بروديكت قمتها تتغير وتبقى أكبر اما الالكالوزيس بقى بيعمل العكس بيعلي من البي اتش والالكالوزيس دوت المفروض ان هو بيقلل من نسبة الكالسيوم وي الفوسفيت في البلاط فبالتالي كمان السوليابلتي بروديكت قمتها ايها تقل طيب العامل الثالث اللي بيأثر في الكالسيوم هوميوستيزز بعض الهرمونات بقى دي مهمة جدا جدا اول هرمون معنا اللي هو البراثيرويد هرمون والبراثيرويد هرمون دوت بيعمل ايه في نسبة الكالسيوم في البلاط بيعليها طيب بالنسبة بقى لتاني هرمون دوت ايه اسمه اصلا التاني كالسيوم لوارنج هرمون وده بيقلل من نسبة الكالسيوم في البلاط بعد كده بقى نتكلم عن هرمون اسمه البراثيرويد هرمون اول حاجة البراثيرويد هرمون دوت بيطلع منين ده بيطلع من اربع غضات كده اسمهم البراثيرويد جلاند البراثيرويد هرمون ده بحرف البي اهو بروتين النيتشر وبيشتغل عن طريق السيكندري ماسنجر سيستم عن طريق حاجة اسمه سايكلك AMB طب الاكشن بتاعه ايه اول حاجة اسأل نفسك البراثيرويد هرمون عاوز يعمل ايه عاوز يعلي نسبة الكالسيوم في البلاط خلاص يعني اصلا المينستيمولوس بتاعته نقص الكالسيوم هو بيطلع عشان يعلي نسبة الكالسيوم في البلاط طيب ازاي هيعلي نسبة الكالسيوم في البلاط ده يشتغل على 3 اميك ياما على البون ياما على الكدني ياما على الانتست البون هو الـ main site of action بالنسبة للبراصيرويد هيرمون وإحنا عارفين أن البون في خلية تنية إما أوسيوكلاست يإما أوسيوكلاست طيب هيشتغل على الأوسيوكلاست هيزود من أوسيوكلاستيك اكتيفتي عشان ترمي الكالسوم فيه الدم ويشتغل على الأوسيوكلاست في أنه هو هيقلل من الأوسيوكلاستيك اكتيفتي بحيث أن ده مش وقت بنا عضم احنا محتاجين الكالسوم في الدم مش في العضم تمام؟ تمام بعد كده تأثير البراسيرويد هيرمون على الكدني بيشتغل بطريقة indirect ازاي ما اتفقنا ازاي المفروض ان هو بيعمل stimulation لتصنيع active form of vitamin D3 لان هو ده اللي هيساعده في ان هو يتمم اكشنه على الكدني active form of vitamin D3 دوت المفروض ان هو بيستعين بالكلب بتاعه اللي هو بروتين اسمه الكلب ندين علشان يزود من الكلام دوت بيحصل فيه بيحصل في طيب البراسيرويد هيرمون بقى بيزهق من DCT والcollecting tubules يروح شواء على البي سي تي ايه يرخم عليه يقولي البي سي تي اعملي ايه اعملي excretion للفسفرس يعني يعمل inhibition على الفوسفرس reabsorption من البي سي تي ليه ما هو زاكي لما البي سي تي تعمل excretion للفسفرس كده او الفوسفيت يعني كده مستوى الفوسفيت هيقل لما مستوى الفوسفيت هيقل مستوى الكلسام هيعلى لان اقولت لك ان حاصل ضرب الكالسام في الفوسفيت مقدار ثابت عند سبوت البي اتش طيب او ان البراسيرويد هيرمون برضو هيروح يشتغل على الانتستن وبيشتغل برضو على الانتستن بطريقة انديركت لانه محتاج الاكتف فورم او في الفيتامين دي سري اللي يشتغل عن طريق الكلب بتاعه اللي هو بروتيني الكلب ندين فيزود من الكالسام ابزوربشان فورم الايه الانتستن تمام طيب بعد كده بقى اخذنا الفيتامين دي هنتكلم بقى عن السينيسز and activation اتفقنا بقى ان فيتامين دي سري ده بتكون فين في الاسكن عن طريق الافكت بتاع السونلايت المفروض انه يتكون صورة اين اكتف من الفيتامين دي عن طريق التعرض جسمك لعشعة الشمس الصورة الاين اكتف ديت هتروح على البلد بعد ما بتروح على البلد بتروح على الليبر وبعدين بعد ما بتروح على الليبر بتروح على الكيدني علشان يحصلها بقى activation في الكيدني عن طريق انزيم مهم جدا اسمه الواحد ألفة هيدروكسيليز انزوية تمام كده تمام او ممكن بقى تحصل على الفيتامين دي سري برضو من الديت تمام كده فلو حصلت عليه من الديت المفروض أن يحصل ابزوربشن للفي تامين دي ده من الانتستن طب يحصل له ابزوربشن من الانتستن ازاي من ما كان مهم يسمه ايه اسمه الايليان خلاص الفيتامين دي بيحصل له ابزوربشن عن طريق الاي отпين وقلتلك أن الفيتامين دي سري ده فاد سوليابل فمحتاج البيل سولتس عشان يحصل له ايه ابزوربشن خلاص ده بخصول كاس سنسلز اند الاكتيفيشن طيب بالنسبة بقى للترانسبورتيشن بتاع الفيتامين دي قلنا ان هو فات سوليابل علشان ينتقل في البلط محتاج لقارير القارير بتاعه هيبقى عبارة عن بروتين اسمه على اسمه عادي اللي هو الفيتامين دي بايندينج بروتين بعد كده الميكانيزم هو في اكشن قلتلك برضو ان فيتامين دي اللي بتسوليابل يعني يقدر يعدي السلم مبرين ويشتغل عن طريق ان هو هيمسك في السيتو بلازميك ريسبتور او لما بيمسك في السيتو بلازميك ريسبتور بيقدر يكون بروتين اسمه الكلب نيدين اللي هو الكلب بتاعه اللي هيساعده في ان هو ايه يعمل الاكشن طيب بعد كده ايه الاكشن بتاعت الفيتامين دي هو ثلاث اماكن مناش غيرهم بس عاوزك تعرف ان المين سايد اوف الاكشن بتاع الفيتامين دي هو الانتستن هيشتغل في الانتستن ازاي عن طريق الكلب بتاعه هيزود من الكالسيوم ابزوربشن فروم الانتست طيب الفيتامين دي بيشتغل في البون ازاي والله هو تأثيره في البون مش سابت يعني ايه مش سابت يعني لو انت عندك مثلا مستوى الكالسيوم والفوسفورس في البلد بتاعك قليل فيتامين دي سري هيزود من الاستيوكلاستيك اكتيفتي عشان يعلي من مستوى الكالسيوم والفوسفيت اللي قليل اما لو مستوى الكالسيوم والفوسفيت عالي لا هنا هيزود من الاستيوبلاستيك اكتيفتي علشان ايه علشان يقلل من مستوى الكالسام والفوسفيت العلدة فهو تأثيره على البوم بصراحة مش ثابت او طيب بالنسبة بقى التأثيره على الكيدني برضو هيشتغل عن طريق الكلب بتاعه اللي هو الكلب بني دي ويزود من الكالسام from the from the and the collecting tubules هلوس كده تمام ومين اللي بيشتغل الصورة الاكتف من الفيتامين دي الصورة الاكتف من الفيتامين دي دي بتتكون ازاي عن طريق انزيم مهم جدا اسمه الواحد الفا هيدروكسيليز انزايب هو ده بقى فعلا اللي هيعمل control على ال formation of الفيتامين دي خلاص يبقى ال control على ال formation of الفيتامين دي هيتم من خلال انزيم اسمه واحد الفا هيدروكسيليز انزايب طب ايه اللي يعلي الانزيم ده قلتلك بقى ان المين استيميوليتور and المين اكتيفيتور في الواحد الفا هيدروكسيليز انزايب هو الباراثيرويد هيرمون فلما الباراثيرويد هيرمون هيعلى هيحصل استيميليشن أكتر وأكتر للـ 1 Huns ناقص الكالسيوم وناقص الفوسفيت ناقص الكالسيوم وناقص الفوسفيت يعمل استيميليشن للـ 1 Huns علشان الـ 1 Huns يصنع لـ 1 Huns يشتغل مثلا على اليلبون ويزود من الأستيوكلاستيك اكتيوتي فيزود لك الكالسيوم والفوسفيت طيب بعد كده اتكلمنا بقي عن آخر حاجة اللي هو هيرمون الكنسيتونين عرفنا بقى الكيميكال نيتشر بتاعته بيكون عبارة عن بوليبيبطايد وبيشتغل على السلميمبرين ريسبتورس ويعرفنا ان بيتم افروزه من خلايا اسمها البورا في لوكولار سيلز او اسمها التاني سي سيلز وركز انها بتبقى موجودة في السايرويد جلند في السايرويد تمام كده تمام بعد كده اتكلمنا عن الاكشن بتاع الكنسيتونين عرفنا ان هو اسمه الكالسيم لوارنج هيرمون يعني غرض ان يعمل هيبيوكالسيميا ويقلل من نسبة الكالسيم اللي عالية في البلد طيب هيشتغل ازاي 3 اماكن ملناش غيرهم يا بون يا كدنيا انتستن المين سايد اوف الاكشن بتاع الكالسيتونين هو البون تمام كده البون تمام طيب بيشتغل ازاي بقى هو عاوز ايه هو عاوز يقلل من نسبة الكالسيم يبقى تفتكر هيعمل ايه في البون هيعمل انهيبشن على الاستيوكولاستك ايه اكتيفتي اللي عملة تاكل في العضم وترمي الكالسيم في البلاد دي يقول لها إيه ما دي شوي طيب بالنسبة بقى لتأثير على الكدني والإنتستان بصراحة له مينور إفكت بس هو لو هيشتغل على الكدني هيقلل أكيد من الري أبزوربشم بتاع الكالسيم إنه هو عايز يولطي الكالسيم في البلاد ولو هيشتغل على الانستان برضو هو عايز يولطي الكالسيم في البلاد فهيقلل من الكالسيم أبزوربشم فروم الإنتست بعد كده patrol of الكلستونين secretion أكيد المتحكم في إفراز الكالسيتونين نسبة الكالسيم في البلد فلو نسبة الكالسيم في البلد عاليت أكيد هيحصل للكالسيتونين عشان يطلع يهديها ويوطيها طيب برضو من الحاجات اللي هتعمل كنترول على السيكريشن بتاعه ال جي اي تي هرمونز زي الجسترين والكوليسيستوكينين وقولنا العلاقة ان الهرمونات دي بتطلع بعد ما بتاكل واجبة بتطلع تقوم عاملة للكالسيتونين عشان يتفرس فيمنعوا حاجة اسمها البوستورانديال هايبركالسيمي خلاص ما تنساش تلت حاجات خلاص كده تحطهم حلاقاف ودناك برضو تمام اللي هو ايه بقى المن سايت أوف أكشن بتاع الباريسيرويد هرمون البون تب المين سايت уз اكشن بتاعت الفيتامين دي هو الانتستين تب المين سايت أوف أكشن بتاع الكالسيتونين البون خلاص ويركز على الكميكال نيتشر والميكانيزم أوف أكشن بتاع كل هرمون كويس قوي تمام والاكشن سهل اسأل نفسك الهرمون ده وتعاوز يعمل ايه وشوف بقى تأثيره على تالة اميكن يا بون يا كدني يا انت استن تمام بس ربنا معك بقى يا الحمد لله ايه خلصنا رجعنا مراجعة سريعة يعني هي الديجرامات دي كانت موجودة في المحضرة فانا حطتها بس تاني وانت بقى حطها قدام يا زاكر للمحضرة الاول وبعد كده ايه بقى قعد بقى سمع على الديجرامات دي كده مع نفسك وان شاء الله يعني هي محضرة راطفة وكده ومش تاخد منك وقت يعني بإذن الله